لماذا هي مرتبكة؟ ريم ماذا تكتبين؟ زاد ارتباكها وردت لا شيء يا ماما إنها أوراق الخاصة عم تردلها إياها يعني ها؟ ترى ما الذي تكتبه ابنة التاسعة وتخشى أن أراه؟ طبعا خط أحمر أخواني وأخواتي البنت عمرها تسع سنوات تقول الأم ما الذي تكتبه ابنة التاسعة وتخشى أن أراه؟ ريم أكتب رسائل إلى الله كما تفعلين يا ماما قطعت كلامها فجأة وقالت ولكن يا ماما هل يتحقق كل ما نكتبه يا ماما؟ الأم طبعا يا ابنتي فإن الله يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء لم تسمح ليريم بقراءة ما كتبت فخرجت من غرفتها واتجهت إلى زوجي المقعد راشد كي أقرأ له الجرائد كالعادة كنت أقرأ الجريدة وكنت شاردة الذهن مع صغيرتي فلاحظ راشد زوجي شرودي ظن بأنه السبب حزني فحاول إقناعي بأن أجلب له ممرضة كي تخفف علي هذا العبء يا إلهي لم أرد أن يفكر هكذا فحضنت رأسه وقبلت جبينه الذي طالما عرق وتعب من أجلي أنا وابنته ريم اليوم هو يحسبني سأحزن من أجل ذلك أوضحت له سبب حزني وشرودي ذهبت ريم إلى المدرسة وعندما عادت كان الطبيب في البيت فهرعت إلى والدها المقعد وجلست بقربه تواسيه بمداعباتها وهمساتها الحنونة وضح لي الطبيب سؤة حالة راشد وانصرف تناسيت أنا الأم النريم ما تزال طفلة ودون رحمة صارحتها أن الطبيب أكد لي أن قلب والدها الكبير الذي يحمل لها كل هذا الحب بدأ يضعف كثيرا وأنه لن يعيش لأكثر من ثلاثة أسابيع وظلت تبكي وتردد انهارت ريم وظلت تبكي وتردد لماذا يحصل كل هذا لبابا لماذا يا أمي لماذا تقول الأم ادعي له بالشفاء يا ريم يجب أن تتحلي بالشجاعة ولا تنسي رحمة الله تعالى إنه القادر على كل شيء فأنت ابنته الوحيدة والكبيرة أنصتت ريم إلى أمها ونسيت حزنها وداست على ألمها وتشجعت وقالت لن يموت أبي عجيب في كل صباح تقبل ريم خد والدها الدافئ لكنها اليوم عندما قبلته نظرت إليه بحنان وتوسل وقالت ليتك توصلني يوما مثل صديقاتي فغمره حزن شديد فحاول إخفاءه وقال إن شاء الله سيأتي يوم وأوصلك فيه يا ريم إلى المدرسة وهو واثق أن إعاقته لن تكمل فرحة ابنته الصغيرة تكمل الأم تقول أوصلت ريم إلى المدرسة وعندما عدت إلى البيت غمرني فضول لأرى الرسائل التي تكتبها ريم إلى الله بحثت في مكتبها لم أجد شيئا بعد بحث طويل لا جدوى ترى أين هي هل تمزقها بعد كتابتها ربما يكون هنا أو هناك لطالما أحبت ريم هذا الصندوق طلبته مني مرارا فأفرغت ما فيه وعطيتها الصندوق تقول الأم يا إلهي إنه يحوي رسائل كثيرة وكلها رسائل إلى الله انظر ماذا كانت تكتب هذه الطفلة يا رب يا رب يموت كلب جاردنا سعيد لأنه بخوفني يا رب قطتنا تولت قطة كثيرة لتعوض عن قطتها اللي ماتت يا رب ينجح ابن خالتي لأني بحبه يا رب تكبر أزهار بيتنا بسرعة لأقطف كل يوم زهرة وأعطيها لمعلمتي والكثير من الرسائل الأخرى وكلها بريئة تكمل الأم من أطرف الرسائل التي قرأتها تلك التي تقول فيها توجه رسالة إلى الله وتقول فيها يا رب يا رب تكبر عقل خدامتنا لأنها أرهقت أمي يا إلهي كل الرسائل مستجابة لقد مات كلب جارنا منذ أكثر من أسبوع قطتنا أصبح لديها صغار نجح أحمد بالتفوق كبرت الأزهار ريم تأخذ كل يوم زهرة إلى معلمتها تكمل الأم تقول يا إلهي لماذا لم تدعو ريم ليشفى وليشفي الله والدها كي يرتاح من عاهته شرطت كثيرا ليتها تدعو له ولم يقطع هذا الشرود إلا رنين الهاتف المزعج ردت الخادمة ونادتني بسرعة سيدتي سيدتي المدرسة المدرسة ما بها ريم هل فعلت شيئا أخبرتني أن ريم وقعت من الدور الرابع وهي في طريقها إلى منزل معلمتها الغائبة لتعطيها الزهرة وهي تطل من الشرفة وقعت الزهرة فلحقت بها ريم أرادت إرجاعها فوقعت ريم وماتت كانت الصدمة قوية جدا لم أتحملها أنا ولا راشد ومن شدة صدمته أصابه شلل في لسانه فمن يومها لا يستطيع الكلام لماذا ما تتريم لا أستطيع استيعاب فكرة وفاة ابنة الحبيبة تكمل الأم كنت أخدع نفسي كل يوم بالذهاب إلى مدرستها كأني أوصلها كنت أفعل كل شيء صغيرة كانت تحبه كل زاوية في البيت تذكرني بها أتذكر رنين ضحكاتها التي كانت تملأ علينا البيت في الحياة مرت سنوات على وفاتها وكأنه اليوم في صباح يوم الجمعة أتت الخادمة وهي فزعة وتقول أنها سمعت صوتا صادرا من غرفة ريم يا إلهي هل يعقل أن ريم عادت هذا جنون أنت تتخيلين تقول الخادمة لم تطأ قدم هذه الغرفة منذ أن ماتت ريم أصر راشد على أن أذهب وأرى ماذا هناك وضعت المفتاح في الباب وانقبض قلبي فتحت الباب فلم أتمالك نفسي جلست أبكي وأبكي ورميت نفسي على سريرها إنه يهتز آه تذكرت قالت لي مرارا إنه يهتز ويصدر الصوتا عندما تتحرك ونسيت أن أجلب النجار هي يصلحه لها ولكن لا فائدة الآن لكن ما الذي أصدر الصوت انظر أخي أختي الكريمة ما الذي أصدر الصوت نعم إنه صوت وقوع اللوحة التي زينت بآيات الكرسي التي كانت تحرص ريم على قراءتها كل يوم حتى حفظتها وحين رفعتها كي أعلقها وجدت ورقة بحجم البرواز وضعت خلفها يا إلهي إنها إحدى الرسائل يا ترى ما الذي كان مكتوبا في هذه الرسالة بالذات ولماذا وضعتها ريم خلف الآية الكريمة انظر أخي الكريم أختي الكريمة هذه الرسالة منذ عدة سنوات لم تجدها الأم ريم قد توفيت منذ عدة سنوات هذه الرسالة خبأتها خلف اللوحة إنها إحدى الرسائل التي كانت تكتبها ريم إلى الله وكان مكتوبا فيها بن قوسيم يا رب يا رب أموت أنا ويعيش بابا إذن أحبة في الله أحد الدعاء علق على هذه القصة يقول هذه القصة قرأتها قبل حوالي سنتين وأقسم بالله العظيم لا أتمالك دموعي عند قراءتها ووالله أكتب هذا التعليق ودموعي تسيل يقول هذا الداعية إنهم أصحاب القلوب الكبيرة يموتون ليحيى غيرهم فهل نقدر هؤلاء هل تعلمون جميعا أن هناك من يحترق ليحيى الناس ومن يموت لتحيى الأمة نعم إمامهم صلى الله عليه وسلم عزاه ربه وسلاه بقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي لعلك تقتل نفسك من الحزن والهم بسبب عدم إيمانهم ولكن من هؤلاء من يقضي نحبه فيكافئه الله بالحياة الدائمة أحبتي في الله كما قلنا محطات هي محطات نقف عندها هذه قصة من الواقع الحديث رأينا فيه ابنة التسع السنوات كيف أنها وصلت إلى مرحلة في علاقتها مع الله ذكرتني أنا شخصيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأوره يا ترى كيف وصلت ابنة التسع سنوات إلى مرحلة أنها تقسم على الله بلغتها البسيطة يا رب يا رب أموت أنا ويعيش بابا فاستجاب الله لها هناك دروس لابد من أن نطلع عليها فابقوا معنا إذن أحبتي في الله ما هي الدروس الممكن أن نستفيدها أصلى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذه الدقائق واحدة من الدروس المهمة جدا ووضوع البيئة التربوية وماذا يمكن أن تنتج تتخيلوا لحظوا أمها يش قالت قالت ابنة نيب كانت معتادة على قراءة آية الكرسي كانت معتادة على أن تكرم معلمتها كانت معتادة على أن تحترم أباها تقبله إلى خير فأنا نحكي عن بيئة قطعا هذه البنت ما كانت بعيد عنكم جميعا مرباية بالشارع قطعا هذه البنت ما كانت من النوع اللي طول وقتها الله يحفظ ما عم تطلع على الأفلام الفارطة والأفلام الخليعة وإلا لا يمكن مثل هذه الفتاة أن تصل إلى مرحلة تستوعب معنى القرب من الله معنى الدعاء إلى الله لاحظوا أمها كانت القدوة الأولى أنها تكتب رسائل إلى الله عم تكتب رسائل عم بتبثهمها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله صورة من صور بث الشكوى والحزن لهذا الأم أنها كانت تكتب رسائل يا رب تسامحني يا رب تغفر لي يا رب تعينني يا الله تبث شكواها بدل أن يكون عبر اللسان كان قبل عبر القلم والورقة فانظر هذه الفتاة الصغيرة الطفلة الصغيرة تعلمت درس أو رأت مشهدا من أمها كلما ما عليش أحكي معاك لا حبيبتي أنا مشغولي بايش بتعملي بكتب رسائل إلى الله فقط قدوة عمالية فاقد الشيء لا يعطيه فإن أحببنا أن يصل بعض أبنائنا وبعض بنات إلى مرحلة يكون ممن لو أقسم على الله لأبره فلنكن نحن أمامهم قدوات هذه رسالة رسالة أخرى إخواني وأخواتي هذه أتعلمها يمكن رسالة أعظم من الأولى موضوع العمر ليس مقياسا على كثرة أو شدة القرب من الله أو البعد عنه يعني هذه الفتاة ذات التسع سنوات تخيلوا بالله عليكم نحن بلغتنا نقول طفلة أو نقول عنه ولد صغير بيلعب قلول ولا بيلعب الدراجة في الشارع هذا ما بيفهم إيش في الدنيا فهم ببعض نستصغيره نستدفيه ونعطيه قيمة لكن على أرض الواقع هذه وصلت لمرحلة الخطوط بينها وبين الله أن الله قد استجاب لها طب بعد ذلك يعني ماذا تريدك من ذلك إن شاء الله تكون هي من أهل الجنة وانظر كيف يعني وصلت لمرحلة من الرقي الأخلاقي في علاقتها مع الله طلبت من الله أن يريحها هي وتذهب إليه مقابل أن يعيش أبوها تخيل هذا المعنى هنا تذكرت عمر الخطاب رضي الله عنه نحن نسمع باسم عمر الخطاب ونعرف أنه صخرة في هذا الدين الإسلامي عمر الخطاب لو تؤلف عنه مجلدات لن تعطيه حقه عمر الخطاب حسب الروايات التي أعرفها من السيرة حينما أسلمه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق وفرق الله به بين الحق والباطل كان عمره 26 سنة 26 سنة ونصف 27 سنة الآن بلغتنا في كثير من البلدان العربية 25-26 سنة جل اهتمامه وغالب اهتمامه بعيد عنكم جميع أن يفحط في السيارة يشحط بالسيارة يلاحق البنات على مدارس البنات آخر موضة آخر فريق كرة قدم آخر رنة موبايل آخر ستايل آخر كوكو وسوسو وجل ومرينز وبنطلون ساحل وساقي وباقي وماقي وقصصها كلاتها كثير من هؤلاء للأسف يرمون على الشوارع والطلقات همهم الأول والأكبر غمزة لفتاه نظرة عين من أخرى عمر الخطاب حينما أسلم وسماه الفاروق فرق الله بها حق بين الباطل لم يكن قد وصل الثلاثين إذن موضوع العمر لا تدع للشيطان فرجة على نفسك والله ساتنا صغير نشوف الدنيا وابنه يشبط لعبايده إياك أن تنظر هذه النظرة والدرس الأخير الذي نختم به من قصة ريم ريم البطلة هو إياك أن تيأس من رحمة الله لا تدري كيف تصلك رحمة الله متى وعلى يد من وعبر من أحبة في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون محطة ريم محطة تدفعنا للعبرة والاعتبار سائل المولى عز وجل أن يبارك لي ولكم في هذا الإسلام العظيم وأن يرزقنا الإخلاصة في القول والعمل إنه سميع قريب مجيب ولا تنسونا من صالح دعائكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة هذه تحية مني أنا محدثكم أمجد قرشة سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته